موسيقى والآن نكمل محاضرتنا وندعو دكتورنا الغالي الأستاذ الدكتور فواز جابر دكتورة في جراحة الفم والفكين من جامعة حمام عضو هيئة تدريسية في الجامعة الوطنية الخاصة محاضر في جامعة حمام في قسم جراحة الفم والفكين حائز على برد عربي في جراحة الفم والفكين يعطينا محاضرة عن العمل الجراحي لوضع زرعة السنية زرعة السنية الله أعطيكم العافية شكرا 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 جامعة الوطنية متمثلة برئيس الجامعة الوطنية الأستاذ الدكتور عهد الغزام وعمادتها عمادة كلية الطب الأسنان الأستاذ الدكتور حسين عيسى لمشاركتنا بهذا المؤتمر الثاني شيء مما أني كوني عضو هيئة تدريسية بالجامعة الوطنية برحب كثير بالأسادسة أسادستنا الكرام من جامعة دمشق جامعة حلب من جميع جامعات سوريا أهلا وسهلا فيكم نورتوا جامعتنا ثانيا بتشكر وجود ورود الجامعة الوطنية طلابنا الأعزاء سنة الرابعة والخمسة شرفتم مئة أهلا وسهلا لأنرا حلي حاولت أن تخطير اليوم أغلبت أنت إنقاذ تعتمد على أساسيات العلم غرس الأسنان أو زيرات الأسنان هناك ثلاث محاور المحاضرة مانا طويلة أول شيء أريد أن أفعل عمل جراحي لإجراء غرسة سنية ما يجب أن يكون لدي يجب أن يكون لدي تشخيص بعد ذلك أريد أن أعرف مكان أين أضع الغرسة لكي يطلع معي نسبة نجاح عالية بعد ذلك أريد أن أرى ما هي أنواع الإدريلات التي أستخدمها ومتى أتعامل مع العظم D1, D2, D3, D4 حتى أتمكن من وضع الزرع بدون أن يتأثر العظم السنخي فيها الاعتبارات التشريحية للزرع في الفكين سنأخذ أول شيء الاعتبارات التشريحية بالفك العلوي بعد ذلك سنأخذ الاعتبارات التشريحية بالفك السفلي ما هي أهم النقاط التي يجب أن نتبه عليها قبل أن أضع زرعتي في المكان المحدد في بيتنا الدراسات كلها حالياً تناقش موضوع الزرع قلة الدراسات تناقش أين أريد أن أضع زرعتي أين محلة لتنجح كيف مفاتيح الأطباق عندي كيف يحافظ على ديمومة هذه الزرعة مع الأمر الفرق بين التشريح التي تأخذوه بالعادة والتشريح بزراعة الأسنان هي القياسات الدقيقة كلما كانت أنا عندي قياسات دقيقة عرفان أنا وين بدي حط زرعتي كلما صار معي نسبة نجاح أعلى بالفك العلوي منبلش بالمناطق التشريحية بيهمنا كثير بيهمنا كثير الحفرة الكومسرية الحفرة الأنفية بيهمنا كثير الحفرة القاطعة نبعد عنهم بمكان وضع الغرسات مثل ما شايفين هون بعدين حطينا الغرسات السنية ونحن بعدين على الحفرة الكومسرية أو الحفرة الأنفية كمان هون بهذه الصورة لازم نبعد عن الثقبة القاطعة الثقبة القاطعة أحيانا تجي فيه شسوزات بمكان توضع الثقبة القاطعة مثل هذه الصورة عندي حالة فقد لسنية لاحظوا وين الثقبة القاطعة موجودة مثل هيك حالة ما بعوض ولا بعوض هيك حالة أدران أنا حد زرعة سنية هون ما أنا أدران ما انتهت الحياة يوجد إجراءات إضافية لحتى أنا ساوي وحط هذه الزرعة مثل الطعوم العظمية لاحظوا هون هاي مكان السقبة لاحظوا عملنا عملنا إجراء تطعيم لهذه المنطقة حتى تتأهل لأنا حط وضع زرعتي بدون مائزة البناء التشريحية لازم أنا وقت بدي خطط لحط الزرعات بعد عن ارتكاز الألجمة لكي لا تتأثر الناحية التجميلية لزرعتنا اللي بدنا نحطها كمان في عنا مشكلة بالفك العلوي هو الجيب بالفك العلوي الجيب الفك العلوي مع سقوط الأسنان بيكبر مساحة أو نسميها انهواء الجيب الفكي على حساب العظم السنخي فبطل ما أنا شايفين هون لاحظ هون ما في سماكة عظمية لحط الزرعات كمان هون انتهت الحياة لا بدنا نعمل إجراءات إضافية حتى نتمكن من وضع الزرعات بهذه المنطقة لحظوا هون الزرع هون بعيدة عن الجيب الفكي ولكن هاي الزرع اللي بيشوفها بيقول انه مخترقة الجيب الفكي تمام هي حقيقة مو مخترقة الجيب الفكي عاملين أهم شي هون بالجيب الفكي القياس الدقيق بين أرض الجيب والعظم السنخي الموجود كيف بنساوي هذا القياس عن طريق الصور شو هي الصور سي بي سي تي هو الوحيد اللي بيعطيني قياس دقيق لحتى أوضع غرستي وين لاحظوا هون الطول 7.4 ما فيني حط غرسة بل حتى حط غرسة على الأقل 12 أو 10 ميلي لازم ارفع الجيب الفكي في عنا كذا طرق لرفع الجيب الفكي طريقة الأوسيوتوم تكنيك عن طريق مدخل الزرعة بنزل الزرعة أو عن طريق لتيرال ويندو النافذة الجانبية بفتح منطقة الجيب بفتح الجدار الجانبي للجيب بكوة وبحط الزرعة مع الطعم العظمي معرفها غشاء الجيب هكي بكون تغلبت على المشاكل التشريحية اللي بتواجهني بالزرعة بالفك العلوي لاحظوا شوفوا هون دكتور عادل هاي النافذة العظمية أنا كتير بحب بإجراء الزرعات بتجيب الفكي شوفوا الزرعات كيف حاطينا بالجيب الفكي تمام معرفها غشاء الجيب الفكي لاحظ هون انتبه وإذا تشتغل على الجيب الفكي من ثلاث نقاط أساسية أول شي لا تحاول ترفع الجيب الفكي أكتر من 15 ميل لأنه تسد أنت التهوية تبعية الجيب والانفتاح على الصماخ الأنفي المتوسط أحيانا الجيب الفكي يكون في حواجز عظمية فلذلك تكون المداخلة الجراحية من منطقة لكي بعد عن الحواجز العظمية دائما رفع الجيب دائما خذ قاعدة من جزء المتوسط والخلفي من الجيب لأن أكثر الانسقابات تحدث معنا أثناء رفع قاعد الجيب ونضع الزرعة هي في الجدار الأمامي ونستخدم الجدار الأمامي لرفع الجيب الفكي من بلش بالمتوسط بالخلفي ومن انتقل على الجدار الأمامي برفع الجيب الفكي كمان بصير عنا حكى الدكتور عادل على زرعة فشلت نتيجة وجود انخماصات عظمية لا أرى وليس دارسها بالصور الشوائية ولا أعمل سي بي سي تي تطلع الزرعة من الناحية اللسانية أو الحنكية أو الدهريزية وبالتالي فشل الاندماج العظمي خلصنا المناطق التشريحية الهامة بالفك العلوي ننتقل للمناطق التشريحية الهامة بالفك السفلي الفك السفلي أكثر في عنا الثقب الزقنية والعصب السلخي السفلي دائما نأخذ قاعدة أنا أريد أن أقوم عن العصب 2 ملي وين أريد أن أضع زراتي يجب أن تكون بعيدة 2 ملي متر على الأقل إلا حالات الثقب الزقنية الثقب الزقنية أحيانا يكون تشكل عروة من العصب تبين بدراسة الصور الشوائية CBCT فهن يجب أن بعد 5 ملي عن موضع الزرع مثل هون شايفين هذه الثقب الزقنية وكيف نحن حطينا الزرعات بعيدين عن الثقب الزقنية هذه العروة التي كنت أتحدث لكم عليها هذه العروة تطلع مع المرضى بدراسة الصور CBCT هون نحن بدأ يكون الزرع بعيدة عن العصب 2 ملي متر وزيادة العروة في القاطعة ونصير بعيدين 5 ملي متر العصب السنخي السفلي وهو من أكثر إجراءات الزرع صعوبة وتعقيدة عندما لا يوجد عظم كافي لتضع زرعتي بالفك السفلي يجب أن الزرع بعيدة عن العصب 2 ملي متر يجب إذا لدي عظم كافي هل هناك إجراءات جراحية ساوية لحتى أنا بعد العصب وضع الزرعات نعم هناك إجراءات جراحية العصب السنخي نرسمها بالصور السي بي سي تي تكون واضحة معنا ومنقيس الطول من العصب السنخي السفلي لقمة العظم لحتى نحدد ما هي الزرع المناسبة الإجراءات الجراحية الأكثر صعوبة نعمل نافذة نافذة مكان العصب السنخي السفلي نكشف الحزمة الوعائية العصبية من بعد الحزمة الوعائية العصبية ومنحط زرعاتنا ومنرجع وقت منصور صورة بانورامية منطلع كأنه نحن زارعين بالعصب السنخي السفلي هذول هنين بس اني احترمت انت هذول المناطق التشريحية رح تمشي زرعتك نحو النجاح بس ما احترمنا المناطق التشريحية رح يجي فشل اما اولي او البنية التشريحية المهمة لنضع الوضع الزرعات الصفيحة الدهريزية يجب بعد 1 مم الصفيحة اللسانية 1 الجيب الفك 1 الحفرة الأنفية 1 المسافة بين الغرسات 3 مم العصب السنخي 2 مم العصب الزقني 0.5 مم ثقبة والحافة السفلية 1 مم هون عندي ملاحظة صغيرة عندما أريد أعمل على زرعات أريد أنها جمالية بالمنطقة الأمامية العلوية 1 مم غير كافية لتعطي تجميل بالنسج الداعمة لوضع الغرسات السنية أنا بنصح أنه يكون عندك بالصفيحة الدهليزية على الأقل 2 مم على الأقل رح نشوف الصور لحظة الزرعات دائما هو 1 مم حوالي الزرع هو جيد أنتوا تعرفوا لماذا تعودوا هنا نحن 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 لدينا مريض فقط سنية علوية جاء يعود ناحية جمالية آخر هم ناحية الوظيفية فهن يجب نخلي سماكة 2 مم لكي نعطي نحن ناحية جمالية لزراته أساس نجاح الغرسات هو نعرف مكان توضع وعدد الغرسات بمناطق الفقد أول شي لما يكون عندي منطقة فقد بجانبها أسنان مجاورة من الأنسي والوحشي فلازم تكون زرعتي بعيدة عن السن الطبيعي على الأقل 1.5 مليمتر ولازم يكون بين الزرعة والزرعة على الأقل 3 مليمتر هذول قواعد عام تمام القاعدة هاي 1.5 مليمتر بعد عن سطح الطبيعي للسن ر 1 أصدف الزرعة زائد 3 مليمتر بعيدة عن الزرعة الثانية زائد 1.5 بعيدة عن السن المجاور 3 مليمتر لازم أتخطط لوضع الزرعات أن القياسات كلها 1.5 بين السن الطبيعي و3 مليمتر لازم يكون أنا بتفاجأ من شغلي بيجينا مرضى ما بعرف إذا بتصير معكم بيجي ومرضى على العيادة ما بيكون المريض بيكون جايب معه سيدي بس إنه شفلي هيد لأبوي بس إنه ممكن إزرع له طيب أنا شلون بدي شوف وعرف كم إزرع له إذا لم شفت الإطباق عنده أنا في حالات كثير ما بيكون في مسافة إطباقية لحتى أوضع الزرعة ما استفدت أنا إذا حطيت زرعتي وما في مسافة إطباقية للتعويض ما استفدنا شي فلذلك الفحص السريري والشوعي متزامن ما بصير أفحص هنا وما أفحص هنا مثل هنا أقل شي يجب أن يكون 6 إلى 7 ملي متر مسافة إطباقية لاحظوا الصورة هنا ما استفدت بالوضع الزرعات في المنطقة الفقد لا لا استفد شي أضع الزرع وتنجح معي الزرع ولكن بدون تحميل أو أريد أعدل قبل أعمل الزرع أريد أعدل على الإطباق موقع جدل كثير كبير على الجسور بين أسنان طبيعية وزرعة النصيحة اللي أقول لك الجسر إما سن سن أو زرعة زرعة المشاكل كانت تصير قديمة كانوا يضعوا جسر يعتمدوا فيه على زرعة مع سن طبيعي ما هي المشكلة؟ الزرعة جزء مندخل بلالعظم أما السن في حواليه رباط هذا الرباط 0.3 ميكرون إلى 0.7 ميكرون يسمح بحركة للسن هذه الحركة للسن ستتجاوب مع الزرعة بحركة سيصير عندي فعل عتلة وبالتالي سيفشل أنا معي الجسر أنا بالمستقبل سيفشل ما هو الفشل يكون أما بإصابة رعلية للسن اللي أنا أعوض عليه أو ستطلع الزرعة من محله الله تكلم لا 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 بالطبع كمان فشل للزرعات اعتمدنا على جسر فيه سن طبيعي الشيء الصح هو تجو بالأخير للجسر يكون إلو دعامة أُنسية ودعامة وحشية دائما مثل ما حكوا أسادستنا دائما أنا وقت بدي فكر بزرعة الأسنام بدي فكر بالتعويض قبل ما فكر بالزرعة وين بدي حطه حسب التعويض أنا بدي يشتغل عليه بدي حط زرعتي ما بصير أنا حط الزرعة وليس أعرف أريد أن أعود التعويض متحرك أريد أن أعود التعويض ثابت أريد أن أقوم تجنيح لا أعرف ما بصير التشخيص يبدأ من النهاية ونحن نريح إلى أن نضع موقع زرعتنا صح لاحظوا هنا مثل ما قال الدكتور كان يزرع الناب التوجيه الدقيق للهدريلات لا أحد أنا لا أوجه هدريلي بشكل صح ويجب أدرس جزور الأسنان المجاورة لكي لا يصير لدي حالة مثل هنا الزرعة تضرب جزر السن الآن نأتي إلى موقع أين نضع زرعاتنا سأعطيكم مبادئ أساسية ما هي المفاتيح الإطباق الناب الناب والرحة الأولى عندما يكون لدي فقد بين الناب والرحة الأولى يرجع مفاتيح الأطباق ناب إلى حوله تمام فهلأ هون عنا ثلاث خيارات الخيار واحد هون وثنين فوق وثلاث اللي جنبه لما بيكون عندي فقد ثنية رباعية ناب اجبار بدي ناب صح بحط زرعة السنية وبعمل بينات هون جسر الخيار رقم اثنين بيكون عندي فقد رباعية ناب ضاحك هون رباعية ناب ضاحك ليش احيانا انا بختار زرعتين واحيانا بختار حط ثلاث زرعات انا انتو لكل بدنا نحط الناب اجباري تمام مفتاح اطباق اولي وهو الناب طيب بدي صار هلأ صار عندي دعامتين دعامة وحشية ودعامة انسية لذلك بيال حالة حطينا ثلاث زرعات لاحظوا دائما دائما بالتعويض بحط اول شي برسم مفاتيح الاطباق ناب رحة ناب رحة مثل ما بتعرفوا بمستوى الاطباق عنا مستوى الارحاء الخلفية الضواحق مع الارحاء وعنا مستوى الاسنان الامامية سنية وربعية وعنا مستوى الانياب لما بيكون عندي فقد متضمن الثلاث مستويات اجباري انا بدي وزع الزرعات على ثلاث مستويات اجباري وقال فشل بالتعويض لاحظوا معي هون الفك العلوي الصورة الاخيرة عندي فقد مفتاح الاطباق رحة اولى عندي فقد مفتاح الاطباق ناب فأنا بحط رحة اولى وناب وعندي فقد بالمستوى الامامي السنايا والربعيات بدي يحط كمان زرعة هلأ هون حسب كمية العظم وطول وعرض الزرع في عندي خيارات ادعم انا مفتاح الاطباق بدعام عند الضواحك او لا هذا خيار تمام حسب طول وعرض الزرع الانا بستخدم بالاساس كلما القطر وطول عرض الزرع بدي عدد زرعات اكتر لحتى عوض عن منطقة الفقد بعد ما انا عرفت هدول القواعد كلها بيجي لاجراء العمل الجراحي العمل الجراحي هلأ شفنا بس مباشر شفنا تماما كله رح ارجع عيد ولكن انا بالمؤتمرات بحب حط امينيشن ما بحب حط دم و مثل ما شايفين هذا الفيديو رح يشرح ما اشتغل هيك اشتغل بظن اشتغل سلمون دكتور شكرا خاف منك خاف منك حسبت هون اجراء العمل الجراحي بطل ما منعرف بالعادة شق جراحي فوق قمة العظم نعمل علي كشف العظم بشكل جيد ومناسب لحتي شوف الحافظ تلف تماماً نفس الشريحة اللي اشتغلها استاذ الدكتور حمزة سلم ايديك نجيب رافع سمحاق ونكشوف النسوج بيّن معنا العظم بشكل مباشر اول دريل من نستخدمه هو الْأوال الْأوال الدريل هذا يسقب العظم القشري دائماً نستخدم معه إرواق جيد بكل الإدريلات الحفر إرواق جيد بعد ذلك نبدأ بالإدريل 2.2 مليمتر لاحظوا هذا الإدريل غير ما يعمل فيه الدكتور حمزة هذا الإدريل عليه خطوط صح? أما ما يعمل فيه الدكتور حمزة عليه ستروبر يوقف الإدريل هذا يعتمد على النظر بالإدريل يعتمد على الإحساس لكن لا يوجد أن نفوت أكثر بالإدريل أما هنا أريد أن نرى بعد ذلك نحضر أول إدريل ننزل شيء اسمه دليل التوازي لكي نرى توازي الزرعات مع الأسنان المجاورة بعد إدريل 2 نأخذ إدريل 2.8 طبعاً كل الشركة إلى يا ساتا ومحددات لإيلا نحن هنا نحن نتحدث عن شركة معينة 2.8 إدريل نرى حركة الدخول إن أو خارج لماذا؟ لكي يحدث عندي يفوت التبريد أثناء دخول وخروج وما يصير مشاكل للعظم السنخي تبريد أن نتحدث عن شركة الدخول ثلاثة فاصل ثلاثة بعدين من جيب دريل ثلاثة فاصل ثلاثة لحتى وصل لقطر الزرعة لأنا بدي استخدمها هذا الحكي هذا الحكي تقليدي تمام؟ دائما هيك باستخدام بقلك لا في أحيانا عندي بالفك العلوي بيكون العظم هاش تمام؟ بحط الزرعة قبل بدريلين من طول من القطرة تمام؟ لحتى أكسب ثبات ميكانيكي وأحيانا بيكون عندي بالعظم السفلي ديوان بالمناطق الخلفية العظم كثيف جدا فأنا بزيد الدريل بعدين بحط الزرعة ناقص الدريل منها تمام؟ الحكي الستاندر هو هيك تمام الشركة شو بتوسيب تعمل ولكن في حالات أنا مثل الزرعة بالمناطق الخلفية للفك العلوي العظم هاش بحط الزرعة أنا قطرة أربعة ما بوصل إلى ثلاثة فاصل ثمانة من ثلاثة فاصل ثلاثة ممكن نحطها تمام؟ بعد ما نخلص اليدريلات في شيء اسمه كاونتر سينك وحط الزرعة لنشوفها طبعا لاحظوا هون الزرعة قطرة عند الضاحك شيء وعند الرحة شيء لكي تتحمل جهود أطباقية أعلى من الجهود الأطباقية التي تطبقها عند الضواحق 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 هو الذي يحفر عنق الزرعة فقط عنق الزرعة الضواحق الضواحق يحفر عنق الزرعة التي أريد أن أضعها بأن زرعاتنا أسطوانية سوف تخرج هذه والدريل عادي فأنا أريد أن أحفر بعنق الزرعة لكي تنزل الزرعة معي بأريحية هذا الدريل اسمه تابينغ يعطي حلزنات الزرعة يعطي حسب الشركة أنا أستخدم الشركة المنتجة يأتي بالتابينغ يعطي للجدران شكل الزرعة الذي أريد أن أضعه تماماً هنا لدينا خيارين لإدخال الزرعات إما بدخلها بالأبضة أو بدخلها يدوي أو بالمشاركة بيناتهم هنا مثل هذا الفيديو أول شيء بدخلنا بالأبضة للزرعة مثل ما رأيت دخلنا بالأبضة طبعاً هنا وقتنا ندخل بالأبضة لا تنسى تغير إعدادات الميتور بحيث تقلل السرعة وتقلل عزم الدوران عشرين دورة بالدقيقة وخمسة وثلاثين نيوتن على سنتيمتر مكعب بالعزم الدوران بعد ما نزلها بيبقى عندنا أن ندخلها لمستوى العظم أو أخرى بمتر عن طريق الراتشيرد لحتى تنزل الزرعات محلها بعدين الخياطة وإغلاق الجرح هناك طرق ثانية لإدخال الزرعات غير الطرق الجراحية التي نعرفها ما؟ وأنا بصراحة من معتمدين كثير هي السيرجكال 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 تقفز وتتطور تطورات عالية جدا كنا قبل نخاف من استخدامها هلأ حاليا نستخدمها بشكل شائع نتيجة وصول أجهزة حديثة بالتصوير سلاسي الإبعاد نتيجة أخذ طبعات دقيقة بالماسح الضوئي أو بالمواد الطبع فصار عنا ماتشينغ بين الصورة سلاسي الإبعاد والمثال اللي أنا أخذه بالماسح الضوئي عملنا ماتشينغ ساوينا جهاز هذا الجهاز بيعطيني أنا محور الزرعة ومكان توضعه بدرسه قبل ما أشتغل بعدين بطبع الجهاز بشكل سلاسي الأبعاد وبصير أنا بدخل إدريلاتي مثل ما شفتوا هون من أول إدريل لآخر إدريل وبحط الزرعة بدون ما أعمل شق جراحي أو أعمل خياطة طبعا هذا أحدث ما توصل إليه الدليل الجراحي لاحظوا الدليل الجراحي كنا قبل كنا قبل بالدليل الجراحي من سنتين ثلاثة أو أربعة بتذكر كنا ما نقدر ندخل الزرعة وموجود الدليل الجراحي كنا نحضر لدريل ثلاثة فاصلة ثلاثة بعدين نشيل نشتغل يدوي كان هون في نسبة أخطاء عالية لما نحن نشيل الدليل الجراحي هلأ صار فينا ننزل الزرعة وموجود الدليل الجراحي مع تطور التقنيات المستخدمة بزراعة الأسنان لاحظوا كيف أنا عندي المحور تبعية الزرعة عندي كل شيء بس بدخل الدليل بدون ما أعمل شق جراحي وخياطة من أهل حتى بعمل تعويض فورا لاحظوا تعويضات مؤقتة فورا بعد الزرع الله يعطيكم العافية إن شاء الله شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة